ثم ختمها بقوله ذلك وهو دخولهم الجنة ونجاتهم من النار الفوز العظيم أكيد فمن زحزي عين النار ودخل الجنة فقد فاز والفوز الأصل فيه من المفازة والمفازة هي المكان المنقطع المفازة يعني ضر واسع يضيع فيه الناس يهلكون فيه الناس ولكن العرب كانوا يستخدمونها من باب التفاؤل مثل الذي يقول عنه سليم الأعوار يقول عنه كريم عين طيب فهذا من باب التفاؤل فيسمون المفازة أي سينجون ثم صارت تستخدم بعد ذلك بالنصر والغلبة والنجاح فقال ذلك الفوز العظيم وإذا قال الله تبارك وتعفى من زحزي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز أي هذا هو الفوز وسماه العظيم أي أعظم فوز أعظم فوز وهو أن ينجو الإنسان من النار ويدخل الجنة ترجمة نانسي قنقر